تغطية خاصة ايضا في التعليق هيكون على القناتين زي ما قلتلكم عندنا اربع قنوات صوتية هيكون معنا كابتن محمود بكر والنجم ايمن الكاشف طبعا الكابتن محمد السباعي ونجم العرب طبعا الكابتن حازم الكديكي وحيكون معنا وحيكون معنا الكابتن اكرامي لتحليل حراس المرمى ونجم التحكيم طبعا الدولي كابتن ايسام عفتاح وحديث عن التحكيم عن مينو ستوديو خاص ودايما على التخطيات اللي عندنا مش هتلاقوها في حد تاني اكتر من اربع كاميرات اللي موجودين للتخطية من دبي مباشرة ومن ارض الملعب وتخطية خاصة لاهل والزمالك عاملين ايفنت كبير جدا استنونا ان شاء الله باذن الله عبر شاشة الحياة وتسخينة قبل الدوري والدوري الممتاز ان شاء الله على قناة الحياة طيب اروح مع مخرجنا محمد سليمان لاهم العنوين ونرجع لكم السمالك في دبي برئاسة مرتضة حظر اعلامي على لعب الاهلي كوبر يو تابع كمة في الامارات شاوي حامد في دياطة الملعب اليوم الوصول شاوي حامد طبعا هيكون معنا في الجزء التاني من حلقتنا ومن الشخصيات المحترمة والناقض الريادي كبير محترم يعني دايما بازعد هو موجود معنا وحديث طويل النهاردة هنتكلم النهاردة عن منتخب مصر او عن اتحاد الكورة منتخب مصر اهلي زمالك ابتديهم انا باتحاد الكورة والمنتخب الوطني وازمة مباراة السنغال دي كواليس مباراة انبرح تعالي بس الاول يعني خمس دا كده سليمان نتكلم عشان نحكي شوات حاجات كده وبعد كده نرجع تاني احنا الحقيقة ما تكلمناش خالص من يوم مباراة ازمة مباراة السنغال وانا فضلت الحديث بعد مباراة زنبيا ويعني شايف الحقيقة الوسط الرياضي كله الناس انتقادات كبيرة جدا انتقادات من الجانبين زعل من جانب مسؤول الاتحاد الكورة بيرده يعني شايفين ان الناس جاية عليهم شوية بساعلين بعض الالعمين من كابتن متحد شلبي كابتن احمد شبير كريم يعني كل ان ابراهيم فاي اي حد كابتن خالد غندور كل الناس يعني شايفين ان الناس متحملة شوية ومش شايفين في كل موقف يحصل كده ومش كل موقف يبقى الهجوم كده انا حقيقا المستوى الشخصي حقول لكم حاجات بس يعني ما تتفاجهوش النهاردة انا شايف ان الناس دي عملت هجوم عادي جدا 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 الحقيقة اتحاد الكرة يعني يستاهل هجوم اكتر من كده بكتير اتحاد الكرة يتحمل المسئولية كاملة في مباراة السنغال اه حد يقول لي اصل دي شركة واحنا كنا مضيين عقل واصل الموضوع واصل الحكاية واصل الرواية الموضوع اداريا منهار الموضوع اداريا محتاج وقفة كبيرة جدا 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 يتحملها كبت معلعب عزيز كبت سمير عدلي وليد مهدي العميد ساروت سويلم جمال علام مجلس دار اتحاد الكرة يتحملها الجميع واي واحد يهرب ويقول ما ليش دعوة ما احرفش اصلا انا مش دوري اصلا اخدت القرار اصلا اعود مجلس دارة انا اخدت القرار والمفروض الناس تتابع فحصل مش عارف ايه انت مسئول والجميع مسئول انت اللي جبت الناس دي وانت اللي مسئول وانت اللي اخدت القرار وانت اللي مسئول والوضع اللي حصل ده لا يمكن ان هو يقرر تاني مع منتخب مصر او داخل اتحاد الكرة ماينفعش مسئول يطلع يقول انا مش مسئول انت مسئول الناس الحقيقة مستغربة بالانتقاد ده اللي واجب بالبلد كده اقل واجب اقل واجب اللي يتوجه للعمل العام يبقى فاهم ان انت ساعة الانجاز اش هادا؟ وساعة الاخفاق هجوم بس ده مش اخفاق ده اخفاق فهيكل اداري اخفاق ان انت مش قادر تعمل كيان اداري اعتقد اعتقد ان دي الفرصة الاخيرة لاتحاد الكرة لتعديل المنظومة اما التعديل واستبعاد جزء كبير جدا من المنظومة الادارية اما الرحيل جمال علام ومجموعته كله تكل على الله يروح بتكلم النهاردة كلام الناس هتقولك استغرب وتاع انا بقعد متابع كل الناس يعني بقعد فرج على كل الاعلاميين وتاع عندهم حقق مليون في المية احمد شبير عنده حقق مليون في المية ما هتفضل بالاركاب طبعا ومتحة شلبي وكل الناس كل الناس عندهم حقق مليون في المية مليش دعوة مين بيحب اتحاد الكرة مين بيقرأ مين كان عايز عزمين مش عارف ايه سمعت برضه كلام يدحك في ناس عندها اختلافات مع التحاد الكرة بعض العالمين بس الموضوع مليوش دعوة هو 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 داخل بيهاجم مع مادة ايوا مع مادة مع مادة مصبوطة مع كلام مصبوط ايوا لازم اهجمك انت مقصر لازم اهجمك انت مقصر تقول لي اصل الورق اصل قصر انا مقام من نفس انت اداريا كان لازم تبعت حد وكان لازم تشيك وكان لازم ارتباء مختلف عن كده ده منتخب مصر الاول ايوا مقصر حافظة لقولها حافظة لقولها لحد ما الناس تمشي ولحد ما يحصل تغيير ولحد ما الامور تبقى واضحة بقى لا بيهمنا حد ولا بنخاف من حد الامور عشان تبقى واضحة وبنقف على مسافة واحدة من الجميع عشان برضو دوني تبقى بالنسبة لنا واضحة لكل الناس بعد الناس برضو طلعت انا بس اخد واحد واحد نقطة نقطة عشان تبقى الامور واضحة ونبقى بنتكلم بحق ربنا عشان الناس دائما بتصق فينا الناس اللي اتقيت لك ما هو في تحاد الكورة برضو عليش انا جاي عليهم يعني في البداية شوية يعني الناس تقول لك قصد ده بيتكلم علشان عايز انزل انتخابات انا سمعت مبارح كابتنا احمد شبيل الناس بتقول انا انتخابات طب ما هو طب ما هو لو عايز انزل انتخابات اي وقت حينزل حينجل احمد شبيل وهو قبل كده هو اللي طلع انا مش عايز اكمل فما فيش موضوع انا بتكلم على كل نقطة وكل موضوع فالكلام ده عيب المفروض انا النهاردة بسمع انتقاض عارف ان انا مسؤول اسكت اسمط ما لقيش واحد طلع بيقولك انا مش مسؤول انا ليه بليش علاقة انا ليش دعوة تحاد الكورة دي الفرصة الاخيرة لجمال علام ورفاقه ان هو يتطهر يتخلص جهازك اللي داري يجيب ناس على قد المسؤولية يالكل يرحل عشان تبقى الامور واضحة تعمل الحقيقة الموانس خدب عزيز مع الملف بشكل محترم بشكل متحضر زي ما يتعامل مع الالي والزمالك في كل مشكلة خش الالي ماشي محمود طاهر خش الزمالك ماشي مرتضى وانصور تحاد الكورة هولو من النيابة هي مش صلطة كده هي مش كده هو راجل راجل وزير يعلم ان وزير عارف دوره عارف الليه وعارف اللي عليه عارف النهاردة ازاي النهاردة يكلمك ويأمن النهاردة فلوس الدولة ازاي النهاردة هو عينه النهاردة على مال الدولة على فلوس الدولة يتعامل ازاي النهاردة مع الملفات الناس تقول لك يجي على التحاد القوى ما بيجيش على الحد هو بمنتerus صراحة ما بيجيش على الحد انا شاف كده لاجي على مرتبط نصور على المحمود طهر على التحاد الكورة على حاجة خلص هو وقف على مسافة واحدة من الجميع بيصنع دولة مؤسسات وفي النهاية ساعة تتخطأ بيخش يقول لك ده خطأ وفي نيابة عامة وفيه إجراءات وفيه 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 شغل زمان بقى وخش ويعملوا كل شوية والحكاية والرواية ده خلص خلاص في نقطة وموضوع مهم جدا برضو مستغربوا عشان بنتكلم على الحق بتعربنا في ناس طلعت أخبار تقول لك المنتخب الوطني تحت الحجز القوة الجبرية في الأوتال مش قادر يغادر أبو ظابي مش قادر لا 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 أنا كلمت مع بعض الإعلاميين قبل ما اطلع هو القصة دي أنا شاهد عيام في أنا اللي قاعد أنا المسؤول إما وصلت مع المنتخب الوطني أول منزلنا أبو ظابي وروحنا أول حاجة تلطها تأكيدات حجز القتال والورق اللي يثبت أن مدفوع الإقامة حتى المغادرة ثم بعد كده ورق الاستاد ثم بعد كده ورق الاتحاد بموافقة اللقاء كل الكلام ده اللي هو مفوط كان يبقى جاهز جالي ورق اللوكاندا وأن كله تمام وكله مدفوع وكله تمام وأنا كنت رايح الماتش الأول يعني رئيس باسع على الماتش الأول وحرجع وهيستلم مني الحاجة محمود شامل أول كابتن حسن فريد فحيطت أن المنتخب الوطني في لوكاندا ومش هارفين يغادر كم ده ما حصلش وقات لنا الشركة بعد إلغاء الماتش الأول وكان بقرار من الكابتن حسن فريد ومني لأ مش هلاعب المنتخب اللهم بيعادي بيقول كذا أنا ملتزم هلعب خلاص شكرا سلام عليكم قرار زنبي هنا وحنكمل معسكرنا هنا وحنلعب في الاستاذ الناس قالوا تمام وأوه مفيش مشكلة يعني أصبحت نارضة لو في مشكلة في اللوكاندا ولا المنتخب ينفع ولو في مشكلة كنت حلتها أنا أو حسن فريد في خمس دقيقة ولو في فلوس كتتدفعت في ثلاث سوايا عشان بس تبقى احنا بنقول اللينا واللي علينا عشان الناس تبقى سامعة والناس في النهاية تبقى فاهمة يعني أنا بقول اللي واللي علي عشان الناس تبقى سامعة والناس تبقى فاهمة أنا بقول لكم دي الفرصة الأخيرة لاتحاد القرى لتصحيح الأوضاع الجميع مسؤول القصة مش مئة ألف دولار وأنا أجيبهم ولا لا قصة إن ده لا يمكن إنه يتقرر تاني أخبار كتيرة جدا عن هكتور كوبر إن قاعد وراجل عايزر الراجل جي قاعد معايا بعد الماتش وإلا أنا متمسك إن أنا موجود مع المنتخب الوطن وأنا سعيد جدا باللعيبة سعيد جدا بالمجموعة اللي موجودة معايا أتمنى عدم تكرار أقسم بالله اللي بقوله ده حرفي أتمنى عدم تكرار الموقف ده تاني وأتمنى يبقى فيه تنظيم عن كده وتأكيد عن كده لأنا عايز أمشي ولا أنا متدايق ولا قصة ولا كل الأخبار اللي أنا قاعد بسمحها ولكن برضو من لغباطة الجزء الإداري المنتخب مفتوح كده مفتوح صحفين داخلين وصحفين خارجين كله عايز يقول جملة كله عايز يقول حاجة حاجة حالة يعني حالة سلطة حالة سلطة لازم موقف لازم موقف حازم لازم موقف حازم تحد الكرة بقيله 8 شهور أو 7 شهور اللي أمون لازم تبقى واضحة لازم الناس تاخد خطوات جدية لازم الناس تبص كده تحس كده إن ده في تغيير ومنتخب مصر مايتعملش فيه كده تاني منتخب مصر موقف ما تقوليش شركة وما تقوليش أصل القصة وأصلش عارف مين تبعت عندك إداري تبعت يشيك وتبعت يبص وتبعت يأكد لك الحجزات ويجيب لك المفاة قبل ما منتخب مصر يطلع منك يا بس عشان الناس إيه يعني هو تبقى بنحاسب نفسنا وبنحاسب الناس والأمور تبقى واضحة أي واحد انتقد ما أخطأش كلم مظبوط وده كان حق ولازم الناس تفهم تفهم ولازم الناس تقف وتعرف إن ده غلط وترجع نفسها عشان الأمور تبقى واضحة آخر حاجة هكلمكم فيها في الملف ده وهي احنا رحبنا جدا بالانتقدات وقولنا الناس وقلت بالإسم قلت بالإسم أحمد شبير بيت حد شالبي كريم آه خالد الغندور أي حد برايم في أي حد أي حد اتكلم المظبوط اتكلم كمصري اتكلم حق ربنا مع عدى الحتة القصة اللي أنا شاهد عيان فيها عشان الأمور برضو تبقى واضحة كوبر وضحت القصة